اهلا بحضراتكم من جديد كنت قبل الفاصل وقبل مكالمة السفير بسأل المهندس عدلي على ردات الفعل الانفعالية الشديدة دايما هقول لك وبين اللهم اعطصي وديك فرصة تسحب كل ما مني تكمل تكمل ما فيش سفير تاني ردات الفعل غضبة ومفهوم سير الغضب فيها ضيق مؤكد يعني والضيق مبني على اللي احنا بنكرسه من صور زهنية سواء من خلال الاعلام او احنا بنحط نفسنا في مكانة بنحب نشوف نفسنا فيه ولا تمثل بالتأكيد الصورة الواقعية او بالضرورة بلاش بالتأكيد ليست بالضرورة انها تمثل الواقع اي يعني احنا احنا بنتكلم مصر وموزنبيق شايفين الفارق كده لما ناخد المعلومة اللي سيادتك تفضلت بيها معايا واحنا بنتناقش ان 12 لاعب ما كانوش في فريق موزنبيق ده كلهم محترفين في الخارج فانت بتقابل فريق جديد ما تعرفش عنه حاجة كلهم ما بين البرتغال واسباني بتقابل فريق مختلف ما تعرفش عنه حاجة ورغم هذا دائما انا اقول لك فيه نتيجة مستوى ونتيجة باسباب اخرى اللي بيخوفك دايما من القادم نتائج المستوى يعني لو شفنا سيطرة من موزنبيق لو شفنا ان محاولتك اقل لو شفنا لو شفنا يبقى انت في خطر الاقام هنا بتقول ايه الاستحواز 61 مصر 39 موزنبيق بتقول محاولات 21 لست محاولات لموزنبيق بتقول محاولات صحيحة وهنا بقى النسبة السخيفة ان خمس محاولات صحيحة مقابل محاولتين بس الخمسة من 21 والاتنين من 6 فانت نسبتك الحقيقة كان ينبغي انها تكون مثلا 8 صحيحة الهدف وبالتالي الهدف المتوقع لما يكون عندك 5 الاتنين يبقى المفروض يطلع 3 او 7 من 10 وهما 1 و 7 من 10 هما جابوا 2 وانت جبت 2 يبقى هما جابوا اكتر من المتوقع وانت جبت اقل من المتوقع دخلنا بقى الضربات الركنية انت سبعة هما اتنين كل شيء فيه تفوق ليك عدد التمريرات العرضيات بقى اللي توري لك الخلل فين 41 محاولة منهم 9 صحيحة هما 15 محاولة منهم 5 ده لانه احنا في ضل ما بنلعبش حاجة غير العرضيات من اليمين ومن الشمال شغالين المساحتين في الاتجاهين وهم ما وقفين كويس بيرود وهم ما وقفين متكتنين اه كان يقتضي الامر النوع بالزبط اذا هناك احنا بنلقض اهو بس انا ادعي ان احنا لو نوعنا كان لازم نكسب يعني مش معنى كده المدرب عمل حاجة غلط واحنا قولنا الصح هو ما عملوش احنا بنشوف اللي متعملش ونقول ربما لو كان نوع كان قدر وده على الارجع من وجهة نظرنا اه من وجهة نظره كيف جون كامل زمن ده اه الناس كتير انتقدت اداء خط الوسط نتيجة مش مفقين على التشكيل ده خدنا اتفق ليس بالضرورة ان لو تحط التشكيل بتاعنا النتيجة تكون افضل لانه عارف ليه عمل كده اه استاذ ابراهيم دايما انت بتعرف الخطأ مما تتصوره بعد ما تراه تاي متقيم الحدث بعد وقوعه بعد وقوعه البعض الحقيقة يقول لك خط الوسط كده احنا مش مطمله لانه فاجئنا بيه ما شفناهوش قبل كده يعني ما شفناش حمده وننه حمده فاتح وننه حمده فاتح وننه لا مش حمده والتالت تحو مين زيزو زيزو السلاسي ده كده التركيبة دي ما شفنهاش فمش قادرين نحكم عليها وتخوفنا منها والناس كلها تخوفت منها فظهرت النتيجة السلبية كان ممكن يطلع بالواحد صفر ايه او اتنين واحد انت جوني التاني كمان بص المشكلة عندنا كمان ان تبص تلاقي ما بتعديش على خير قوي تلاقي ان الاربع مفاجئات اللي حصلوا غانا طبعا اخصاهم وبعدين مصر نيجيريا الكاميرو الكاميرو اتنين منهم في مجموعة واحدة اللي انت وغانا فاصبح واحد منهم حينجوا على الحساب الاخر فالامور بتزيد قلقك وتزيد توطرك لكن كل حاجة لازم تبقى في حجمها فكرة اننا اهيل التراب على المنتخب وعالجهاز الفني لا مش كده يعني لازم نتعلق بالامل اولا ولازم نتعلق بفكرة ان الاجهزة الفنية جماعة مش معقولة كلها ما بتفهمش اذا في النادي بحصل حاجة يبقى ما بيفهموش اذا مش بتكلم عن النادي الايلي الوحدة اي فريق ده كل الاندية اذا في المنتخب يبقى ما بيفهموش هم بياخدوا قرارات تختلف عن رؤيتنا احيانا وتظهر هذه الخلافات في شكل يدايقنا وهو واضح جدا ساعة اننا تعيج السلبية طب مطلوب من هنا نعمل لا نزعلش لا نزعل ونخضر اما الكرة القدم شغفة ايه تفرح وتزعل وتدايه وتقول ده غلطان اعمل لي انت عايزه ولكن ما تهلش التراب على المنتخب وبتبتديش الدعاوة اسحب السقم المنتخب ما تشجعوش عشان فولان هو احنا بتشجع المنتخبات عشان مين عدوا مجلس إدارة هم دول اللي بيننا وبين المنتخبات المنتخبات دي بتاعتنا كتر منهم فاحنا بتشجع المنتخب لان اسم بلدنا بتشجع المنتخب لان دي سعادتنا وبرضو شقاقنا مش عشان فولان يفرح او فلان يزعى لهم حرين او فلان مش عجبنا فنتمنى الخسارة عشان خسارة فيه دي عاملة بقى زم يكون ايه اتنين مثلا بقالين او سوبر ماركت او بتاع او فالكهنية فيتمنى الخسارة ان شاء الله يخسر معاه بس جاره ده او ابن كاره ده ما يعيشش لحظة سعادة انا هو رخام لا الاحساس كده حيدخلنا في دوامة الشعور السلبي المستمر وانت حترضى عن المنتخب غيرك حيزعل حتزعل غيرك حيرضى لان ما انت زعلان بانتماءك ومصوت بانتماءك اللي هو خارج المنتخب البعض منه عايزين نانسى مين مسؤول ونتمنى الخير لبلدنا لمنتخبنا نتمنى النجاح لفيتوريا وانحنا بنقوله يا فيتوريا رأينا كذا والله اذا كان هو يتطفق معانا حيستفيد يختلف معانا ويعند اذا نجح هيبقى هو صح اذا فشل نبقى نقوله مش قلناه لك بس نستنى الموضوع على بعض خاصة ان ما بقاش فيه متخبات خفيفة يا جماعة احنا ليه متصورين المزنبيق دي جاية تشيل وتمشي ما انت قلت فيه متناشر لعيم محترف ما نعرفش عنهم عاجة ومعظم المتخبات هتليها كده والكاب فردي او الرأس راخدر كده برضا هو النهاردة الكاميرون مطروض لعيب وهم مش عارفين نكسبه لكن لعبة وعش لا ما لعبتش ما لعبتش وعش بس فرقة متكدسة وجون ده شال جون من جوة 18 في الزحمة شاف الكرة ازاي شال على مرتين كان ممكن ترجع تلاقي حد يعمل اذا الموضوع يا جماعة ان توقعوا وكاس العالم قال لنا كده اللي فات اي قال لنا الارجنتين تخسر وتكسب كاس العالم السعودية تحقق فوز وحيد يطلع على حساب الارجنتين المغرب تيجي تقش وتوصل للسيميفاين وتقصل خسارة غير مستحقة مفاجات كانت كتيرة احنا منسميه مفاجهات لكن هو ميزان القوة بقى متقارب فاصبح تاكتيكيا الناس تقدر تلعب على الفوارق البسيطة والتوفيق يشيل الباقي طيب بمناسبة ده الاربع مرشات اللي انت أشرت اليوم في كاس الأمم اذا كانت تعادل مصر وتعادل الكاميرا ويس انجغال مش كاس بالتلاتة قدام عشر لعيبة الاربع مرشات اللي شاهدت النتائج غير المتوقعة انت في رأيك ده راجع لانه في قوة جديدة بتتشكل ولا ان الكبار لسه مسخنوش اولا السببين اه احنا نسميهم كبار هما كبار الخبرة اه طبعا لكن مؤكد اني بتتفاق يعني المغرب لا احنا شفنا ده افكاس العالم لسه تبدأ يوم الاربع اه يعني هيبقى عنده فريقين تنزاني السنغال بتقول ما ليش دعوة باللي قدامي انا بعمل اللي علي اه ناقص اه بس انا وهو ناقص انا عرفت اعمل ايه والتوفيق سادي ومني كالعادة شاي المنتخب بلده وماشي بيه كويس احنا بقى نروح قلبين الليلة على طول لأ ننتظر وبرضو لعباتنا تخلي بالا شوية اه في موكن الجاو يبقى مخليهم انت بتقول سيدة السفير التشايفل لا طعم ما لي نشف عرق لا مش السفير الفيتوريا والمدربين والمدربين عاديين كل المدربين كل شوية باسك فوطة بينشف عرق العرق ده نتيجة الرطوبة مش الحرارة اه يا جماعة الرطوبة بتخلي احساسك بالحرارة عالي جدا وفي تفقد سوائل اه النفس بيبقى تقيل لكن حجة المفروض انك كنت سبعة ايام بقى تكون تأقل تجاوزت هذا الكلام بقية المنتخبات لانه كل المنتخبات عندها لعيبة محترفة في اوروبا مش عايشين في افريقيا بيعانوا من نفس الحكاية اه مصطفى محمد فضل متامل على اداء القوة اقرب حد بازا المجهود وجاري وارقامه بتقول كده اذا فيه ناس بتقدر تتجاوز هل الأمر وتتحمله المتش الجاي بقى ما فوش زار التلاتة بونت ان ما خدتهمش موقفك حتدخلني بقى تاني ولا احسن التوالد ولا لا يليق بمصر وبرضو احنا ما بقيناش عارفين نتجاوز الأدوار دي أندية ومنتخبات بسهولة كان زمان بنتجاوزها بسهولة دلوقتي بقت الصعوبات شديدة جدا في الأدوار دي نتيجة ان الفرق بتعارفة لعبك ازاي اريك كويس بتخش لك يعني شايلة همك اكتر ما انت شايلة همك ما اعتقدش ان حد بيبقى مسترخي في هذه المبارات وإلى تبقى يعني عيب بقى ما الفين الخبرات نحن نقعد نقول ما احترمناش المنافس واحترمنا المنافس لا احنا عايزين اللي جاي يا سيد إبراهيم وخلينا على المساندة للمنتخب وخلينا ما نرمش الفوطة بدري من ناحة الثقة من هذا المنتخب لأن المبارات القادمة اللي فازت بها مصر هتتغير الأمور حتى بمزاجنا احنا هتلاقي مزاجنا يختلف احكامنا هتختلف ممكن جدا تقول هو مروان مش كان افضل في الحتة دي وكان ساعد الديفنس الناس يقولك اصل الديفنس وقلباي الدفاع فييجي واحد يقولك عشان اللي قدام هم ما كانوش بيوصلوا الكورة بصعوبة كان بيوصلوها كانوا بيوصلوا بسهولة يبقى خط الوسط مش اول خط دفاع بالنسبة لهم وده مؤثر اه مؤثر اشتركوا في القناة